شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إقامة مصنع جديد لإنتاج الهايدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية للقناة السويس باستثمارات تبلغ ثمانية مليارات دولار تم توقيع العقد بين هيئة تنميات واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة السويس والشركة المصرية لنقل قهرباء وصندوق مصر السيادي والطرف الثاني المتمثل في إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الهند